أصفر اطلق نار في أحد النوادي الليلية وسط المكسيك عن قواي 15 قتيلا على الأقل وقالت نيابة العمى إن مجموعة من المسلحين المقنعين أطلقوا النيران في ناد ليلي في وقت مبكر من يوم السبت في مدينة سالامانكا جاء ذلك بعد زيارة الرئيس المكسيكي للولاية بساعة فقط حيث كان يبحث مسألة وقف سرقة الوقود وتعتبر ولاية سالامانكا جزءا من قلب المكسيك الصناعية ولكن عدد جرائم القتل تضعف فيها خلال العام الماضي ما جعلها واحدة من أكثر مناطق المكسيك عمفا